على الوقت اللي بقول الكلم ده عشان خالد غندور جدد لخالد خالد بات مشوش لا خالد وحش لا خالد بحب النادي لا خالد شاتمك احنا واخدين قرار مع خالد بقالنا فاطر وخالد غندور هيمشي والقناعة ترجع لصحابها علاقة مش مفهومة بين خالد الغندور والمستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من فترة المستشار كان رافل تجديد التعاقد معاه وخلال الساعات اللي فاتت مضى معاه عقدة اغلى من نجوم الكرة ليه مرتضى منصور عمل كده وليه كان التأخير اصلا في تجديد العقد مع الغندور كل ده واكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده خليكم معي انا ملك ريان تابعوه زي ما سمعتم كده يا جماهير الزمالك المستشار مرتضى منصور بيقول لكم ما تضغطوش على مجلس الادارة في كل حاجة واكيد الامتابع نادي الزمالك والقناة بتاعته يعرف الخناءة الكبيرة اللي كانت ما بين المستشار مرتضى منصور رئيس النادي وكابتن خالد الغندور اللي وقتها اطلع المستشار منصور بعلو صوته وطريقته المعهودة وقال الغندور ده ندلة ومش هيرجع القناة ووقتها كان قال الغندور انه بيتعرض لضغط كبير وكفاية عليه لحد كده في قناة الزمالك واعلم بنفسه رحيله نهائيا عن قناة الزمالك والغريبة انه اكد وقتها انه اكتر من اربع شهور شغال في النادي ببلاش بعد ما عقده اصلا كان خلص بيبقشش عليهم يعني من يومين بقى ظهر موقف غريب قوي يجمع بين المستشار والغندور اللي اتنين ظهروا في فيديو واحد جنب بعض وكأن الدنيا بينهم عسل خالص وهي فعلا وقتها وقت الفيديو كانت في احسن حالتها لان المستشار مرتضى منصور مضى مع الغندور عقد يعتبر اغلى من لعب الكرة على حسب كلام الجماهير الزمالكوية اللي عرفوا قيمة العقد الكبيرة ووقت الفيديو طلع المستشار مرتضى منصور يبرر التأخير الكبير في تجديد عقد خالد الغندور وقال انه التجديد كانوا متفقين عليه من فترة وما فيش مشاكل ما بينهم كل الحكاية ان كان فيه مشاكل وظروف انسانية صعبة عند الغندور هي السبب في التأخير ده زوجته كان عمدها عملية كبيرة وكان لازم الغندور يكون جنبها ونفس موقف التبرير التزم بيه كابتن خالد الغندور وقال انه كان لازم يرجع لقناة نادي الزمالك ويخاطب نادي الزمالك قال ناصن بعد ما مشيت حسيت بحب جمهور الزمالك وانا سعيد بعودتي مرة اخرى للعمل في قناة نادي الزمالك جدت اتعاقدي مع قناة نادي الزمالك وربنا يساعدني ويساعد المستشار مرتضى منصورة مع علينا من موقف الاتنين ببعض نرجع للموضوع الاهم الغندور مضى مع قناة نادي الزمالك بكام وليه عقده اغلى من لاعبي كرة القدم الحقيقة ان المستشار مرتضى منصور كان قال خلال فيديو الاعلان عن التعاقد ان خالب غندور ما طلبش زيادة في العقد بتاعه والتزم بكل الفلوس اللي كانوا متفقين عليها قبل كده في العقود السابقة بس برضو ما اعلنش المبلغ كام وعشان كده جمهور نادي الزمالك حاولت تعرف قيمة العقد وحالة الرضا الكبيرة اللي ظهر بيها الغندورة وتكلموا على عقد كان نشره كابتن شوق السعيد لعب الزمالك السابق لتعاقد الغندور مع القناة العقد ده كان بتاريخ عام 2019 وقيمة راتب الغندور فيه وصلت 297 ألف جنيه في الشهر يعني في السنة بيعمل له حوالي 4 مليون متخيلين الرقم؟ ده الرقم اللي بياخدوا من الزمالك عشان كده الجمهور قال ان عقده اغلى من لاعبي كرة القدم لحد هنا ونكون وصلنا لنهاية الفيديو وقبل ما ناقفل عايزين نعرف تفسيركم ايه على العلاقة الغريبة اللي بين كابتن خالد الغندور والمستشار مرتضى منصورة وايه رأيكم في كريم التعاقد الزمالك مع الغندور؟ وهل الرقم ده يستحقكم الغندور فعلا ولا لا؟ مستنين رأيكم في التعليقات